صباح ونحن وسهلا على القناة. اليوم بدنا نتحدث عن الهاتف جديد من شركة Poco يسمى Poco F4. هذا Poco F4 هو جديد لدينا شاشة كبيرة 6.67 لدينا 120 هرتز ريفرش ريت 360 تتش سامبلنج لحاسوبة Qualcomm 870 ودينا أيضا كاميرا أساسية وراءها 64 ميجابيكسل مع OIS. مع أن هذه الصور سيكونوا كثير منيح خاصة باللو لايت. هنا طارق شكرا جزيلا على كل الناس الذين نشتراك. دعنا نتحدث عن المميزات الكاملة لدينا الهاتف جديد من شركة Poco. هذا هو Poco F4. اعملوا لايك ونسجلوا على القناة حتى دائما تعرفوا عندما ننزلكون فيديوهات جديدة. سيدوني كل الناس يأتي بقلبي العلبة. لدينا العلبة والتليفون سيكون لدينا 3 ألوان موجودين منهم. لدينا USB-C 3.5mm ونستعمل السماعات الشريط لدينا USB-C الشريط مع الشروج 67W يمكنك التحديات 4500 ملي أمبير ونعطينا غطاء للتليفون وضع غطاء للأزاز وليس غطاء بالتليفون ونستعمل للتليفون وبعدها بسرعة. ونتظرين على الكاميرات الموجودة ونعطينا بطارية 4500 ملي أمبير وشارجات 67W بقلب اللعب من قدر نشارج التليفون. وهذا في فرق شوية البطارية أصغر شوية من التليفون الـ F4 GT اللي شفتين من قريبا. بس الشغلة تاني كمان ان التشريج متل مالت لكم 67 بدل ما تكون 120 للـ F4 GT. الكاميريات الموجودة هون بتظل أحسن شوية منه للـ F4 GT. الكاميرا الـ SSE 64 ميجابيكسل مع الـ OIS موجود بقلب الكاميرا. معناته بتاخد صور أحسن بالليل والفيديو لما بنعمل صور فيها لما بنتمشى فيها هتكون أحسن كمان بكتير. الكاميرا التاني 8 ميجابيكسل للـ Ultra Wide والتاني كاميرا ستكون 2 ميجابيكسل للـ Macro Lens. معنا ويرلس شارجي لكن مثل ما لكم. 64 ميجابيكسل على 4500 ميلي أمبير بطارية هنا. الشاشة الموجودة لدينا 6.67 إنش. 120 هرتز لـ 160 touch sampling. معناته بما نلعب ألعاب ستكون كثير منيحة. ستقدر تعمل الـ response لما نضع أصبعنا على الشاشة ستعمل كثير منيحة. التليفون سيأتي بموديلين. موديل 6 جيجابيط للـ RAM و 128 للذكرة. موديلين سيكون 8 جيجابيط للـ RAM و 256 للذكرة. سيكون LPDDR5 و UFS 3.1 للـ Storage للذكرة. ستكون كثير سريعة. البطارية 4500 ميلي أمبير. حلوة الشاشة منيحة. الكاميرا موجودة قدام 20 ميجابيكسل. نقدر نعمل عليها 1080p للفيديو. السيستام الموجودة هنا مثل ما شاهدنا من قبل هو الـ MiUI 13. سنقوم بعمل على الـ Settings. سنقوم بعمل على الـ About 113 على اندرود 12 موجود هنا مثل ما لتكون الموديل عندي أنا 628. البوكو F4 هذا الـ International Global RAM الموجود عليه للتليفون. ومثل ما ترونه هنا عندما نطفى هذا الـ Wi-Fi نطلع على T-Mobile و 4G LTE كمان. نقدر نجيبها 5G بعدة مناطق كمان منيحة. هذه كثير كثير منيحة. عندما نتحدث عن قوة للحاسوب. نقدر لكم الحاسوب هذا 870 منه للـ Qualcomm. هذا يعني أنه نستعمله بقوة منيحة كما شاهدنا من قبل. يكون 962 على الـ Single Core و 3211 على الـ Multi Core. هذا يعني أنه قوي. لا يكون لدينا أي أشكال لكي نقوم بعمل أي شيء على التليفون. الشاشة كبيرة. لدينا ستيريو سبيكور. لدينا الـ IR بلاستر لفوق. لدينا السيطر على التليفزيونات. لدينا NFC موجود عليه إذا نستعمل الـ Contactless Payment عليها. وحالية فيها أنه على الشمال لدينا الـ Google Feed. على اليمين التطبيقات الزيادة. عندما نسحب من تحت الجرور على التطبيقات كلهم الموجودين. وعندنا اختيارات هنا نستطيع أن نرى بيناتهم. يعملون مثل الذين يضبطون على عدة اختيارات التي نضبطون. وآخر شيء كمان. الـ Search موجود من تحت. هذا مواجهب فيه كثير. عندما ننزل من فوق يفتح لنا الـ Toggles. ساعم. عندما ننزلوا من فوق نرى كل الاختيارات لدينا على الـ Wi-Fi. على الـ Airplane Mode وكلها الشغلات. نسحب على شمال نرى الـ Notification. وكله يرجع على عادة. كما ترون لكم الكاميرات موجودة هنا. 64-2 موجودين هنا. الكاميرا الأساسية لديها OIS. الأدمنية 20 ميكا بيكسل. لدينا الفيديو وعندنا الـ Pro Mode. لدينا الـ Portrait Mode. لدينا المور كما ترون. لدينا عدة اختيارات موجودة حلوية. أحسن شيء على الفيديو ستكون من قدام. 10 ATP 30 frames per second. ومن وراء نرى 4K 60 frames per second. مع OIS. ستكون كثير كثير منيحة. وإذا تكون تعملوا الصور بالنصف بالله. كثير تعملوا الصور في كثير دوب. لا يكون في كثير دوب بالله. لازم تستعملوا Long Exposure. وهذه تعمل فقط لأنه لدينا OIS على الكاميرا الأساسية. وفينا كمان نستعمل الكاميرا الأساسية الكاملة. لنأخذ الكاميرا الصور الـ Full Frame 64 عليها. يلا. نعطيكم مصدرة من قدام ومن وراء على الفيديو. وشوية فيديو كمان أخذته أنا في الـ Natural History Museum هنا. مع الديناصورات الموجودة عندنا بأي لسانجلس. سنبدأ أول شيء بالكاميرا الأساسية الموجودة قدام. 20 مكا بيكسل الكاميرا. ستجعلنا نصور 10 ATP الفيديو من قدام. الكاميرا الأورانية هي 64 مكا بيكسل. ستجعلنا 4K 60 frames per second. ستكون أحزن كاميرا موجودة على هذا التلفون. دعنا نقلب الآن من قدام. وإن شاء الله يكون الحوام ممسر كثيرا على الصوت. الفيديو يكون أجابكم مليح. الآن نستعمل الكاميرا الأساسية موجودة وراء 64 مكا بيكسل. 4K 60 frames per second. موجودة كثيرا على الكاميرا. وليس فقط. غطال التلفون من قدام. يمكنكم أن ترى حالكم. وتضبطوا حالكم بالصورة. رغم أن لا تستطيع أن ترى الشاشة من الآن. أحسن شيء موجودة على هذا التلفون الكاميرا الأساسية. للصور وفيديو. ونبسطت كثيرا لأننا نستعبطة 870 من Qualcomm. وتعطينا فيديو كثيرا منيح. وقوطوا للتلفون على 4K 60. كما رأيت هنا الصوت والصورة مصر كثيرا جميلة. أخذت أيضا الفيديو وصور كثيرا معاهم للتلفون. عندما ذهبت إلى Natural History Museum موجودة هنا في أمريكا. وعجبني كثيرا كثيرا كثيرا. الكاميرا ظهرت كثيرا جميلة. الأشياء الوحيد الذي أقول لكم معها أنه الآن سنسمع على السماعة المصر الموجودة. لدينا السماعة فوق والسماعة تحت. مع Dolby كمان نستمع عليها الصوت منيح. مثل عادة نعملها الغنية لدينا Alex Crindo Jumbo من NCS Release. دعنا نسمع على المصر. الصوت كثيرا منيح. ولكن نستمتع على موسيقى ومكالمات. وعادة شغلات كثيرة. وليس فقط كثيرا. أيضا عندما نستعمل اللعب الألعاب يكون لدينا الصوت كثيرا منيح. لنعرف من أين جاء الناس حولنا على الموسيقى كثيرا. الآن دعنا نتحدث قليلا عن الألعاب. لدينا السيستام بالنظام على Game Turbo موجود هنا. نستطيع أن نفوته. ونرى عدة التطبيقات الألعاب التي نزلتها. ونستطيع أن نضبط على عدة نظامات من هنا. دعنا ندور لعبة PUBG. الآن نعمل الفوليم للتحت. من هنا نستطيع أن نسيطر على عدة شغلات بالسيستام. نسحبها من هنا على فوق على الشمال. نسحبها على اليمين. يمكننا أن نعمل الفيديو ريكوردين. الآن التسجيل عليه لتكون 90 فريمس برساكد. يعني أنه عندما نلعب ألعاب فريم ريت أعلى. تستطيع أن تلعبه وتسجله بنفس الموضوع. وغير ذلك أيضا يمكننا أن نعمل نضبط عدة شغلات. الكاستين. الكرينشوت. الكرينشوت. وعندنا كمان. والتيامر. يمكنكم الضبط النظام لأنه يعمل أيضا يعمل أيضا يعمل أيضا أيضا يعمل أيضا يعمل أيضا يعمل أيضا يعمل أيضا. على الباب جي موبيل إذا نفتح على النظام هنا نعمل على الجرافيكس. نرى أنه لدينا الألترا HD ولكن تنزلنا على الألترا. إذا تكون أسرع فريم ريت ستعملها HDR Extreme ستعطينا 60 فريمس برساكد. ستعملها على Colorful ستعمل كثير منيحا. دعني أعطيكم مصر على الألعاب وليس قد يطع على الألعاب ولكن يستغطي أمامهم وانتقال أمامهم وهذا الشيء يستغطى للمساعدة والمساعدة فهو ستعطينا حضرنا أوضحنا مستغطينا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والشغلات المحتاجين على التطبيقات الموجودة بالسوق الآن. مع ناتو، الألعاب سيمشوا مناح، الشاشة حلوة، البطارية كبيرة، لدينا الشجر في قلب العلبة، ستسمعها سماعة استيريو، ستستعملها على الشريط، كله سيمشي مضبوط للكون، وكما ترون بالصور هنا، أخذت التليفون معي عندما رحت أنا على الميزيم الديناصورات لدينا هنا في إلسانجلس، يسميه الناتشوري ميزيم مع زميلة، كثير منيح، وهذا لا يوجد كثير من هذا التليفون، لذلك عندما أتحدث عن التليفونيات المميزات التي تأتي فيها في هذا التليفون، كثير منيحة، وهناك فرق بين ما تشاهده بين هذا والتليفون F4GT. F4GT معمولة للألعاب، الكاميرات منيحة ولكن لا لدينا OIS الموجودة عليه لهذا التليفون، معناته، إذا كنت تأخذوا صور بالليل، الـ Low Light، الـ Moving، ستكون أحسن بكثير، الـ Long Exposure، وهذا الذي انفجرتها بالكاميرا عندما تدوروا الكاميرا، وتأخذوا صور بالليل، والشغل ووقوفي قدامكم، لا لديكم كثير ضوء، هذه تضبط الصور أحلى بكثير من ما تشاهدناها بالـ F4GT، لذلك الكاميرا يقولون أن تذهب إلى F4، إذا كنت تستعملوا على الألعاب، تذهب إلى F4GT، وهذا الفرق بين ناتون وناتون، تشريج ناتون سريعين، يعني 67 و120، رغم أن يوجد فرق كبير بالأرقام، كسرعة تشريج التليفون تظل سريعة منيحة بالنسبة للتليفونيات الثانية الموجودة بالسوق، لذلك أنا مبسوط كثير، وإن شاء الله تكونوا كم من مشجريني مثل ما أنا مشجع على Poco F4، وقالوا لي ما رأيكم فيه، هل أنتم تفضلوا الـ F4، التليفون الذي لديه الكاميرا الأحسن، والسيستام كله مضبوط عليه، أما تحبوا الـ F4GT للألعاب، لأن هذا التليفون معمول خصوصياً ليعطيكم أحسن خبرة ألعاب من شركة Poco. خبروني تحت، وقالوا لي ما رأيكم، شكراً جزيلاً على كل الناس الذين عملوا الاشتراك، أراكم إن شاء الله في الفيديو جديد.